من دبي الباحث في الشأن الإيراني مسعود الفك مسعود أهلنا بك معنا إذن موسوي محكوم بالإعدام وقيل سينفذ هذا الحكم ولكن القضاء تراجع عن تهمة أنه كان ممن يعني وشى بسليماني وسبب أو كان سببا في مقتل ماذا يعني ذلك؟ طيب قبل أن أبدأ الآن هناك كلمة يعني ارتجالية لسعد الحريري عايب الشوم يعني نطلع على الوسط بيروت كأنه ما في يعني جعانين إلا بيروت ما كل لبنان جعان لماذا تكسير؟ أنه الحجارة بالطعم يعني طيب شو تعليقك على كيف الحكومة عم تتعامل مع الموضوع التضاهرات والمطالب الاجتماعية؟ يعني الجيش وقوال الأمن الداخلي لازم تكون بواجب أكبر وتحمي أهالي بيروت ونحن بدنا الدولة ما قلنا شي كلمة شو الحل برأيك اليوم؟ يعني حكومة انتقالية؟ أنا ما بدي أحكي بس خلينا بس جايزور وشكرا شكرا نعم طيب إذن كما قلت كلمة ارتجالية يعني وكان يتحدث أيضا لمراسلتنا غنوة يتيم سعد الحريري كما قلنا ولكن واضح بأنه يجب ويسنكر أعمال الشغب والتكسير والتحطيم التي تخللت المواجهات الاحتجاجية في بيروت وضوحها ومناطق أخرى من لبنان طيب مسعود إذن مرة أخرى إليك قلت بأن هذا موسوي محكوم عليه بالإعدام لكن تراجع عن تهمته في موضوع قتل سليماني بخصوص الوشاية به ماذا يعني هذا التراجع؟ محمد نحن نعرف يوم أمس خرج الفايل الصوتي من داخل السجن للمتهم وهذا ليس أول مرة تخرج فايلات صوتية من الداخل لأنه بالمال بإمكان أي سجين أن يرشي أحد وينقل الفايل الصوتي إلى خارج السجن فقال بأنه هو سجين من الفين وثمنتاش كيف يكون له دور في اختيال قاسم سليماني؟ وقبل ذلك أيضا وسائل إعلام مرتبطة بالسلطة وقريبة من السلطة الإيرانية أيضا هي أكدت بأن هذا الشخص كان مسجون منذ سنتين فكيف يمكن أن يكون له دور في اختيال قاسم سليماني؟ حسب ما ذكرت هذه الوسائل هذا يظهر بأن هناك ليس فقط ارتباك بالنسبة للموضوع بل هناك نوع من المنافسة داخل السلطات في إيران لتظهر نفسها البطلة التي استطاعت أن تنتقم لقاسم سليماني بما كان يشكل قاسم سليماني بالنسبة للنظام الإيراني رمز وقوة وعلامة للتدخل الإيراني ومهندس النفوذ الإيراني في المنطقة أن يقتل بهذه الطريقة وبهذه السهولة وإيران لا تستطيع أن تنتقم وحتى الهجوم الصاروخي الذي شنته على القواعد الأمريكية في العراق لم تأتي بنتيجة مطلوبة تكون بمستوى عملية قتل بس مسعود يعني إلصاق التهمة به وكما تفضلت وقلت أن كان مسجونا كيف سيستطيع أن يكون بهذه الويشاية إلا إذا كان خارق يعني للعادة بكل الأحوال طيب كم هذا يسيء يعني إضافة إلى ما أسيء له القضاء الإيراني في السابق بحق هذا القضاء أنه تتهم شخص وتلصق به تهمة ثم تتراجع عنها وكما تفضلت الأنكى من ذلك أنه كان مسجونا وما زال طبعا نعم طبعا السلطة القضائية الإيرانية وكثير من السلطات الأخرى داخل إيران لا يهمها كيف يتم النظر إليها بقدر ما هي تريد أن تنفذ أجنداتها داخل البلد السلطة القضائية الإيرانية سيئة السمعة وهناك ملفات الفساد المالي التي الآن يتم كشفها للرئيس السابق للسلطة القضائية التي تصل إلى المليارات كيف هذه السلطة يمكن الوثوق بها الآن هل حدثت ثورة في إيران أو تغيير جدري في إيران أن نتق بالسلطة القضائية نحن نعرض المحاكم في إيران أغلبها تتم خلف الأبواب المؤسدة لا توجد هيئة محلفين داخل المحاكم لا يمكن حتى بعض الأحيار حضور المحامين مع المتهم داخل المحاكم المحاكم هي إلها وجهين إما يخرج المتهم على شاشة التلفاز فيعترف باتهامات المنسوبة إليه وهو بيد السلطة هل له حل آخر يأتون به من السجل إلى الشاشة أن يعترف غير ما تريده السلطة أم أحكام قضائية يتم اتخاذها خلف الأبواب المؤسدة طيب أصلا قضية اتهامه بالإعطاء معلومات لأجهزة استخبارات منها الموساد ألا أيضا يدين الأجهزة الأمنية الإيرانية بأن حرس الثوري خاصة أنه عامل بالحرس الثوري بوزارة الدفاع إذن هذه الأجهزة المفترض حساسة مخترقة طبعا هي مخترقة أن تكون مخترقة مخترقة ولكن هل هذا الشخص حقا هو كان يعمل كما يتم اتهامه هذه هي المسألة ولكن بما أنه لا توجد شفافية في القضاء الإيراني بما أنه لا يمكن الوصول إلى هذه المتهم بأي شكل من الأشكال وهو علاقته حتى بأسرته مقطوعة لا يمكن الحكم على وضع هذا الشخص هل كان حقا هو عنصر قام باختراق الحرس الثوري والأجهزة الأمنية والجيش الإيراني وإعطاء معلومة إلى الموساد والسي آي إي أنا لا أعرف كيف يمكن صحيح أمريكا وإسرائيل علاقاتهم قوية ولكن لا توجد أجهزة أمنية في العالم تشتغل مع عنصر واحد وهي تعلم بذلك إذن لماذا هذا الشخص ألصقت بي هذه التهم هل هناك خلفيات أخرى ربما غير المعلن عنها بشكلها المكشوف والصريح عزيزي محمد بحثت يعني أنا من منطلق عملي بحثت كثير حتى أعرف شيء عن خلفية هذا الشخص لا توجد معلومات متوفرة حتى مسألة سجنه كانت غير معروفة للكثيرين هناك الكثير من السجناء في غياحب السجون الإيرانية لا يعرف أحد عنهم شيئا هؤلاء السجناء ليسوا فقط الآن في طهران السجناء العرب في الأهواز السجناء الأكراد في كردستان هؤلاء أكثر مظلومين حتى من السجناء الذين موجودين في طهران ويمكن الوصول بشكل أو آخر إليهم أو معرفة المعلومات عنهم القضاء الإيراني بشكل عام قضاء ظالم وخلاف ادعائه بأنه يقول يطبق عدالة علي بن أبي طالب هذا كذب وهذا غير صحيح والقضاء الإيراني لا يمكن الوثوق به فاشد وظالم في آن واحد شكرا لك من دبي الباحث في الشأن الإيراني مسعود الفك ترجمة نانسي قنقر